اشتركوا في القناة يحقق رغبة قادتها ودأبهم على بدل قصارى جهدهم لخدمة شعب الإمارات والمقيمين فيها تأسست جامعة زايد في العام 1998 كمركز تعليمي أكاديمي فائق الجودة ومن دواعي فخر واعتزاز الجامعة أنها تحمل اسم مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل هيان وستتابع مسيرتها لتحقيق الريادة والابتكار وتقديم التقنيات الحديثة المتطورة في التعليم والبحث العلمي والقيم الإنسانية الرفيعة كي يتبوأ خرجوها أدواراً قيادية في مختلف مرافق الحكومة والعمل والمجتمع والحياة الأسرية بنجاح وتفوق نالت جامعة زايد الاعتراف الأكاديمي من مفوضية الولايات الوسطى للتعليم العالي وهي الآن بفرعيها في دبي وأبوظبي الجامعة الرائدة بالإمارات لتوفير التعليم والبحوث العلمية والتنمية الاقتصادية على أحدث الأسس مما يجعلها حقاً مبادرة مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي خاصة لأنها تضم نخبة من المتخصصين الأكاديميين والإداريين يعملون كفريق موهوب لوضع الجامع في صلب المستقبل المشرق للإمارات العربية المتحدة عبر ما تقدمه من برامج التعليم العالي لشهادات الماجستير التنفيذي فضلاً عن مراكز التوعية ومعاهد خدمة المجتمع ومن خلال دمج برامج التفوق الأكاديمي بالتقنيات العلمية الحديثة فإن جامعة زايد تركز على تنمية قدرة الطلبة للقيام بأدوار قيادية فاعلة في المجتمع كما تقدم مزايا خاصة لطلبتها من خلال عقد المؤتمرات وتبادل الزيارات الأكاديمية العلمية الدولية مما يؤدي إلى زيادة الوعي العام لدى الطلبة وإعدادهم ليكونوا مواطنين عالميين حقيقيين بعد عشرة أعوام من التفوق الأكاديمي والإنجاز التعليمي احتفلت جامعة زايد بعيد تأسيسها العاشر عام 2008 وهي الآن تتطلع إلى مزيد من التقدم والتطور لتوفير أفضل عناصر النجاح والرقي والازدهار لخريجيها بما شئت الله ولخدمة الأجيال والوطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر